بسم الله الرحمن الرحيم حديث قتير جدا الراهب بن ماجه بسنة صحيح من حديث سوبان رضا الله عنه قال لأعلمنا أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال أمثال جبال تهامة بيضة فجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورة فقال لهم سوبان صفهم لنا يا رسول الله جليهم لنا حتى لا نكون منهم ونحن نعلم قال لهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلعوا بمحارم الله انتهكوها والعوذ بالله الذنوب الخلوات إنسان صلي وسوم لكنهم يقعد مع نفسه يرتكب المعاصر والكبائر طبعا كلكم عارفين الشباب بيعمل ايه بشي عن هذا أتكلم فالحديث ده حديث جميل جدا وعظيم جدا وهو الإمام الديلامي بسنة صحيح من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم جلس في محرابه فقرأ كل والله أحد مئة مرة غفر الله له الذنوب التي بينه وبين الله ولم يطلع عليها أحد إلا الله ذنوب الخلوات ذنوب اللي بيعملها الشباب وهم منجلسون لا يطلع عليهم أحد كلنا نقع في ذلك تصوى بقى لما تجي بجبال وجبال وجبال من الحسنات من صيام وصلاة وحج ووووو وربنا ضيحها كلها فالحديث في رأي صوت اللي خلاص مئة مرة بس الرسول قال في صلاة الصبح في جماعة ده مش كرة بس ده العمل ده فضاء عظيمة كثيرة جدا تانية تكتب عند الله يكتب ويرفع عليك عمل خمسين صديقا وانقال اقول والله بعد الصلاة الغداء رفع عليهم في هذا اليوم عمل خمسين صديقا ولو انت على طهارة بس تقرى الفتحة قبلها يرى الفتحة الأول بعدها اقول والله مئة مرة هتاخد بربرة وابن ماجا هتاخد بكل واحدة منها قصر عظيم في الجنة مشكلة لو بس انت ختمت القرآن تلاتة وتلاتين ختمة لان المئة مرة دي تلاتة وتلاتين ختمة شو بس طبعا فيه فضاء تانية بترى جدا لا تسع الوقت لذكرها الآن والله في وحد اسمه عقوب ابن يوسف كما ذكر ابن كثير كان ورده اليوم منها من صورة الإخلاص واحد وتلاتين ألف مرة وفي رواية واحد واربعين ألف مرة وانا يعني قيل لي ان الناس من أهل هذا الزمان يقرؤونها ألف مرة كل يوم يعني انا شخصين كنت بقراء ألف مرة كل يوم لكن الوقت اللي ديق الوقت براء خمسمائة مرة أو ستمائة مرة عشان الدعوة وعشان نشر الخير لكن أرجو أن يعطيها الله سمحة تعالى من الصواب أقصر من يقرؤها ألف مرة لنشر الخير لانا بعمله فياريت يقولوا هتسمعنا لجلوقتي اشتراء مئة مرة بس بعد صلاة الصبح لا بعد كل صلاة ظنوب الخلوات التي نقع فيها كلنا خاصة الشباب ولو أنا كفعلت هذا العمل ووظبت عليه بإخلاص تخفر مش بس تخفر بقى لك الظنوب ولكن تعصن ربنا سبحانه وتعالى يهمك التوبة لأن ربنا سبحانه وتعالى مش هيدخل لحد الجنة هو مستحقش لما أنت أخلصت ربنا تديك قوة على التوبة كل قوله هذا استفر الله لأيضا